وفي ملف يشغل السياسيين أكثر من غيرهم بحكم متغيرات المشهد الدولي عدى رئيس الوزراء محمد الشعى السوداني التفاوض أفضل الطرق لخروج القوات الأمريكية من العراق مقابل الانفتاح على علاقات ثنائية والانخراط في تعاون أمني مع دول التحالف الدولي ضد داعش يشمل ذلك التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية وكذلك شراء الأسلحة ويرى مختصون أن دعوة السوداني لا تخرج عن ثوابت اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي ما زالت نافذة لكنها في المقابل تفتح ممرا آمنا لعلاقات متوازنة تخفف من الضغط السياسي على حكومته ويختلف موقف القوى السياسية من موضع العلاقة مع أمريكا حيث ترى غالبية القوى استمرار حاجة الاستقرار العراقي إلى الدعم اللوجستي الأمريكي ضمن قوة التحالف ضد داعش وأن يكون هناك توافقا أمريكيا عراقيا على وسائل التواصل والعمليات بينما ترى أخرى ضرورة إنهاء الوجود الدولي دون تقديم ضمانات في طبيعة التعامل المستقبلي بملف الإرهاب العابر للحدود